بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند النهاردة يوم مش عادي 27 نوفمبر 2020 الذكرى التالتة لمباراة القرن مباراة الأضية ممكن مباراة تقمة دور أبطال إفريقيا نهائي دور الأبطال عام 2020 فوز النادي الأهلي بالبطولة الإفريقية النهاردة الذكرى التالتة على هذا الحدث الكبير على فكرة الأهل عنده 11 بطولة إفريقية فالحدث ليس في البطولة الإفريقية في حزم ولكن الحدث في الفوز على الغريم التقليدي خاصة أن هذه المباراة وصفت وقتها أنها مباراة القرن كان الكلام كثير حول فكرة من هو نادي القرن في القرن الإفريقية لتأتي هذه المباراة لتكون مبثابة عنوان تأكيد على أن نادي القرن في القرن الإفريقية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل هو نادي واحد هو النادي الأهلي البداية بدأت من رمي التماس لعلي معلول ثم كرة طولية علي معلول بعد معامل رمي التماس كرة طولية محمود علاء رجع الكرة وتسديدة قوية من محمد مجدي أفشا على يسار حارس مرمى نادي الزمالك التعليق الأميز وقتها كان للمعلق التنسي عصام الشوالي عندما قال احذر الكاوو وجاءت القضية ممكن بهدف لمحمد مجدي أفشا أفشا في أول موسم لي انتقل للنادي الأهلي جاء هذا الهدف من مثابة التاريخ لأن هذا الهدف سيكون ذكرة طيبة وذكرة سعيدة لكل جماهير النادي الأهلي في القرن الجديد هذه المباراة ليست مباراة التسعين دقيقة ولكن كانت مباراة من مثابة قرن جديد للنادي الأهلي عشان يقدر يسطر تاريخ طويل وتاريخ عارض المباراة في كوالسها وفي تفاصيلها وتحديدا من خلال برنامج التريند في أول عام ليه وفي أول موسم ليه عبر شاشة طاقنات الأهلي كانت هذه المباراة كل أخبارها وكل معلوماتها وكل كوالسها عبر شاشة طاقنات الأهلي على فكرة المباراة دي من قبل ما تحصل وإحنا كنا متوقعين وقلنا أن المباراة دي هتبقى بالقرعة محدش كان عارف وقتها في ظروف الكورونا المباراة دي هتتلعب ازاي ولكن برنامج التريند كشف وقتها على أن مباراة القرن إذا تأهل الأهل والزمالك ستكون المباراة في أستاذ القاهرة لأن وقتها الاتحاد الأفريقي كان خاد قرار أن المباراة هتتعمل بناء على أرعة لو طرف مصري هيلاعب فريق مصري المباراة تتلعب في أستاذ القاهرة لو طرف مصري مغربي هنعمل أرعة والأرعة أصفرت أن المباراة هتكون في أستاذ القاهرة بالمناسبة يمكن هذه المباراة البعض ممكن في بعض الأحيان لما يكسب مباراة كبيرة ممكن يحتفل ويكسب ويحتفل عليها مثلا سنين كتيرة وما يتكلمش في أي حاجة وما يحققاش أي حاجة ولكن هل تتخيلوا بعد فوز الأهل على الزمالج في دورة أبطال إفريقيا عام 2020 وكانت وقتها التسعة وكانت وقتها التسعة والتسعة كتليها رونة كبير جدا لنساعتها كتليها أغنية كبيرة جدا والتسعة بتوقيت الأهل للمعلق العماني خليل البلوشي على فكرة وقتها لما القال كسب الزمالج اتلعبت ما يقرب من حوالي 12-13 بطولة الأهل هل كسب وتوقف عند هذا الحد لا كسب 10 بطولات والزمالج كسب 3 بطولات ولكن من وقتها لغاية النهاردة كل مباراة القمة بين الأهل والزمالج لا تضاهي مباراة القمة القرن اللي اتلعبت في نهاية دورة أبطال إفريقيا يمكن الأهل والزمالج على فكرة لما التقية تمام مرات في مختلف المسابقات بعد نهاية القرن فاز الأهل في 5 مباريات وتعادلوا في مباراتين والزمالج كسب مباراة واحدة بس هل حد يتذكر الزمالج كسب إمتا؟ هل حد يتذكر المباراة اللي انتهى وتعادل انتهى إمتا؟ لا ليه؟ لأن المباراة الخالدة في التاريخ هي مباراة 27 نوفمبر 2020 زي مباراة 6-1 مباراة نهاء القرن والقضية ممكن والله أعلم التالتة تبتع تبقى أرني ذكرى سعيدة خلال الفترة يلي جاية لكن عموما بنهني جماهير النادي الآلي والنهاردة وإحنا بنحتفل بهزيء الزكرة السعيدة بنحتفل أيضا مع جماهير النادي الآلي بهزيء الزكرة وعنوانها الأساسي القضية ممكن قدية أفشا بطولة القرن التسعة بتوقيت الآلي مبروك للنادي الآلي فاصل ثم نواصل